بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نواصل دائما بالشابتر 1 نشوف إن شاء الله اليوم اللي هو اللكتشر 8 هنشوفه اللي هو الريليشنال أوبريتر والمنانجينج تورك سيشن طبعا الريليشنال أوبريتر هذي نستخدمها علشان المقارنة وفي عندنا منها 6 أنواع من أجل المقارنة أصغر أصغر يساوي أكبر أكبر يساوي وهذه نوت إيكوال هذي هل X تساوي الواي وهذه X لا تساوي الواي يلا أولا أنت تسأل هنا المتلاب إذا كان الجواب نعم يحط لك 1 إذا كان الجواب لا يحط لك إيش الصفر مثال هنا ما أعطيه الـ X وما أعطيه الواي هنا سألناه نقول له هذا الكلام معناه هل X أقل من الواي فهو حتروح تقارن هنا هل العشرين أقل من خمسة عشر هتقول له الصفر لأنها لا هل الخمسة أقل من الاثناش هتقول لي واحد صح هل التسعة أقل من الأربعة لا هل الثمانية أقل تماما من الثمانية لا هل الخمسة أقل من التسعة نعم فأنت هنا تقارن كل عصر مع العصر المقابل طبعا ما راح تقارن للعشرين مع التسعة لا تقارنها بس مع الخمسة عشر تقارن الخمسة مع التسعة نفس الطريقة هنا الجواب هل العشرين أقل من الخمسة عشر أكبر تماما من الخمسة عشر نعم وكمل إنت البقية هل الأكس هنا لا تساوي الواي هل العشرين لا تساوي الخمسة عشر نعم لا تساويها هل الخمسة لا تساوي اثناش نعم لا تساويها هل التسعة لا تساوي الاربعة نعم لا تساويها هل الثمانية لا تساوي الثمانية لا ثمانية تساوي الثمانية هل الخمسة لا تساوي التسعة لا عفوا هنا واحد لأنه معروف أنه الخمسة لا تساوي التسعة إذن جواب صحيح نعم نفس الشي نفس المقارنة هنا اعمل هالي مع هذه الوحيدة اللي جواب فيها نعم هي هنا هل الأكس تساوي الواي هنا نعم والبقية أصفار كلها هنا ركز معي هنا بس ألأس وآلين بقول لك إذا تحقق الشرط اللي هنا إذا كانت الأكس تساوي الواي أعطيني قيمة الأكس فأنا هنا ما رح أطلب منك في النتيجة النهاية ما رح أطلب منك لا صفر ولا واحد لا أطلب منك قيمة قيمة الأكس لما يتحقق هذا الشرط اللي هنا إمتى تكون الأكس تساوي الواي لا تساويها إلا عند الثمانية البقية الثانية لا يتحقق عندها الشرط إذن هنا تحقق الشرط هنا الأكس تساوي الواي قديش قيمة الأكس ثمانية الأكس قيمتها هنا في هذا المكان ثمانية فأنت تقولي الأكس زد تساوي ثمانية فيلا البرومبت هنا هذه معروفة هذه شفناها هذه لما تكون موجودة معناها الماتلاب جاهز هذه نعملها لما ودنا إيش لما ودنا نكمل كان عندي سطر وودي أكمل عليه تحت مثلا عندي الأكس تساوي عندك تساوي واحد اثنين وثلاثة وودي أكمل تحت أحط ثلاث نقاط أحط تحت عفوا لأنني ما حطيت سبيس هنا أحط هنا ثلاث نقاط وأكمل تحت خمسة أربعة كده لاحظ كلهم جابهم لي هنا لكن أنا هنا عطيته هذه الإشارة اللي هي أنه كمل تحت إيش معنى هذه هذه تساوي أكس تساوي أربعة فاصلة خمسة هيعطيك أنه الأكس قيمتها لها أربعة وخمسة يعني هذه علشان تفصل فيما بين سابريت ستايتمنت أين داتا البرسنتيج هذه هذه هي نسبة المئوية مثلا سيكون موجود عندي هنا لاحظ النسبة المئوية هذه معناها اللي موجود داخله هو كومنت والمثلاب ما يشيك عليه هل هو خطأ أم لا لأنه بادئ بهذه الإشارة فيعتبر أنه هذه مجرد كومنت مجرد تعليق هذه الإشارة شفناها المرة الماضية لما نحطها A equal ثلاثة كده فاصلة منقطة فما رح يظهرها على الكوماند ويندو لا حيحفظها في الوركس بيس بدون ما يظهرها على الكوماند ويندو هادي تسبسفاي رينج إذا قلت له X equal من واحد إلى ثلاثة فهو هنا حيعطيك واحد اثنين ثلاثة فهي رينج سبسفاي رينج رينج اللي هو المجال تحدده من كذا إلى كذا أيش معنى لهو لهو هذه فايدتها تعطيك كل اللي موجود في الوركس بيس لاحظة هنا ودي أعرف كمان عندي الأكس عندي الأكس ودي أعرف كمان هنا A3 ودي أعرف A5 هنا لاحظة أيش الموجود هنا في الوركس بيس موجود فيها ثلاثة شغلات إذا ودي أقول له وطلع هالي كلها أقول لهو يطلع لي وقول لي الوركس بيس موجود في A3 A5 و A6 دعونا نأخذ هذه قبل الثاني ماذا معناها؟ هذه معناها أمحي بس الأكس والواي من اللي هي الكماند ويندو أنا أريد هنا أقول له أريد أن أقول له أريد مثلا أثلاثة لاحظ أثلاثة أثلاثة الأثلاثة الموجودة هنا ستختفي ستختفي بس هي واحدة أما لو قلت له أثلاثة سيمحي كل شيء من الوركس بيس ما فيه شيء أوكي فعيدة السي أل سي السي أل سي لاحظ هنا سنحبطها داعت السي أل سي حتمحي كل اللي موجود في الكماند ويندو هنا كل اللي موجود فيها حتمحيه أوكي أما الكوايت وار اكزيت هذه لو ضغط عليها يسكر الماتلاب ويطلع بره أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته